بمناسبة كاس العالم الأندية فخليني أقول لك أن النهاردة تم إعلان اللايحة بتاعت القيد أو قيد القيمة بتاعتك بخصوص كاس العالم الأندية انت عندك مساحة لغاية يوم 9 يناير تأيض 35 لاعب اللايحة بتاعت كاس العالم الأندية أن انت لغاية يوم 9 يناير اللي جاي لازم تبعث قايمة مبدئية مكونة من 35 لاعب بعد 9 يناير لا يحق لك التعديل في القايمة يعني انت ملكش الحق بعد 9 يناير وبعد ما تبعت 35 لعيب انك تعدل تشيل اللعيب او تحط لعيب لانت كل اللي انت هتعمله ان انت بعديها بقى هتخلي القايمة دي 23 اللي هي القايمة النهائية اللي هتشارك مع النادي الاهلي بإذن الله احد احد في كاس العالم في المغرب ان شاء الله بداية من 1 فبراير والاهلي اول مباراة بالنسبة له في يوم 1 فبراير مع اوكلاند سيدي اوكلاند سيتي النيوزلندي فبالتالي احنا النهاردة كامل احنا النهاردة 24 و25 24 فالوقت ازف وانت محتاج بعض التدعمات فمهمة اول ان شاء الله بإذن الله ان الاهلي يخلص التدعمات بتاعته قبل يوم 9 يناير قبل يوم 9 يناير وانا واصل جدا ان اكيد اكيد في تحرقات ما نعرفش تفاصيل ما نعرفش تفاصيل اكيد لكن عندنا سقة كبيرة جدا جدا في التحرقات دي وتلبية الطلبات بتاعت الجهاز الفني وازاي تقدر تسد صغراتك او مش بلاش صغراتك انت ازاي تقدر تقوي المراكز اللي عندك تحط تدعمات تساعدك وده امر غاية في الاهمية فاحنا عايزين نروح كاس العالم بقايمة مميزة قايمة قوية احنا عندنا قايمة جيدة محتاجة تبقى اقوى صراحة محتاجة تبقى اقوى انا كان معك منتها الوضوح تبقى اقوى ازاي من خلال رؤية الجهاز الفني طلباته تحقيقها فان شاء الله ده هيتحق بإذن الله واحد احد ده هيتحق لان اكيد اكيد كلها عايزين يشوفوه الاهلي بشكل كويس جدا في كاس العالم فان شاء الله نتمنى التوفيق في حاجة مهمة جدا زي دي وهي التدعمات بخلاف اللعيبة اللي وعلى النصر اللي عندك بخلاف بعض الاصابات اللي هترجع وتكون اضافة بالنسبة لك في كاس العالم ابرازون بيرسي تاوى طاهر وعمار بالمناسبة لانه لعب مبروط ده اول امبرح كويسة جدا جدا ما شاء الله لكوة إلا بالله ربنا يحميه بس من الاصابات واعتقد انه هيكون جوكر مهمة جدا لنادي الاهلي في الفترة اللي جاية فان شاء الله بإذن الله الأمور تكون في الاتجاه الإيجابي بالنسبة للفريق ده بخصوص استعدادة النادي الاهلي اكيد هنقرب للصورة برضو ونروح استاد مختار التيتش بس نروح لفاصل الأول وبعدها نعرف اخر برضو كوليس تعتمران الاهلي اللي ابتدى في هذه اللحظات اشتركوا في القناة